لأن مامتها زرعت فيها هذا ومع هذه التجربة بالابتسامة وبالتمسك بالإيمان كانت مثل فخلت البنت ربحت للبنت أعظم حاجة وهو خلاص الرب يزوها المسيح وشافت بنتها لما من هذا الاجتماع اتعرفت على زوج المستقبل الشاب الأمين اللي هيكون شريك حياتها واللي بيق بعد كده شريك حياتها وشافت ابن بنتها الحلو لما ولدته وحطته على حجرها وهي مش قادرة تمسكه لكن فرحانة بيه والولد بعد كده لما كان فرحان بيها وعرفها وعرف تيتها الحلوة دهاية دي دي لما الواحد يعني أنا كان درس ليا كبير لما شفتها ودرس ليا لأن زوجها كان أمين بهذا الشكل التجربة طبعا صعبة جدا عليه يعني كان لازم ما يقدرش يمشي من البيت غير لازم تكون واحدة ستة موجودة بتشتغل تيجي الصبح قبل ما يمشي ويخرج عشان تاخد بالها منها في كل احتياجاتها وتمشي لما هو يرجع بالليل بعد كده من شغله الطويل بعد المسافة الطويلة اللي ياخدها من البيت اللي هو أربح الوان لمصر الجديدة تقريبا حيث ومكان عمله كل يوم في السواقة في المرور والتعب والشغل وبعد كده يرجح طول اليوم وهو يكمل إذا كانت الاعتناء بيها مش سهلة إن الواحد يتكلم بيها والموقف يشرحه بالضب لكن إزاي الشكر وإزاي حياة الرضا وإزاي واحدة بتفتح الترانيم وبتسمع القنوات المسيحية طول النهار وبتخدم تسمع الخدمات وشكر ربنا وإزاي جزهة اللي بيختمها واللي بقلب مفتوح لعمل المسيح على الصليب واللي بعد كده أصبح ليه مجال في الخدمة هو في كنيسته إزاي القلب وإزاي الناس لهاية يعني جاي في ذهني المثل اللي بيقول كنت بشتكي إنه ما عنديش جزمة لحد ما شفت اللي ما عندوش رجلين اللي ما عندوش رجلين يعني إحنا بنشتكي وإحنا ما بنشكرش ربنا كتير حاجات إحنا بننسى نشكر ربنا عليها وإحنا لكن 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 هذه الأخت العزيزة إحنا نشكره لأنه بقينا على الحياة دهية عشان تكون ليه فرصة الرجوع ليه على الأقل مش كتاب بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه إن أسمى اللي في صدرك اللي ربنا لسه مخليها عندك علشان تسمع رسالة الخلاص وترجع له التوب وتشكره على فداءه ودمه اللي يطهر من كل خطية كانت مريم فرحانة فرحانة إن ليها الخلاص فرحانة إن في يوم من الأيام هتشوف المسيح وإن جسد التعب ده هينتهي عندها رجاء حقيقي وهذا الرجاء هو اللي كان مشجحها مشجحها في الألم ومشجحها في التعب وهذا الرجاء مشجح جوزها الأمين على عهود الزوجية لما واحد مراته تتعب ولا هي مراته ولا هي جوزها يتعب يتذكروا إنه لما جوزه جوم يتجوزه كان فيه عهد قدام الرب في الفقر والغنى في الصحة وفي المرض في كل الأحوال إحنا جسد واحد لازم نكون مع بعض للنهاية أمنة لبعض في كل الأحوال يعني أنا أشكر ربنا لما أنت تجيلك تجربة أو أنت تجيلك تجربة ما تتزمرش أو ما تتزمريش على ربنا لحظي أولادك الصغيرين بيسمعوك وإنت لما تعامل مراتك وحش وتروح توعز بعد كده أو تخدم أو تقول أنا بتاعي الكنايس أنت بتكره ولادك في الكنايس وفي الدين لأنهم شايفين معاملتك لمراتك أو شايفين معاملتك لجوزك ولهجتكم جوه البيت ده أنت بتفقد أخص ده أنت بتخسر أعظم خسارة بتخسر الحياة الأبدية لأولادك وتيجي بس السؤال اللي همك أنا تجددت كنت زمان ولا لأ وهل أنا هل هفقد خلاصي ولا لأ طب وإنت دلوقتي عايز تدخل السماء أولادك هل أنت يهموك ولا ما يهموكش أمراتك وحياتها الروحية مش ربنا جعلك أمين على حياتها الروحية ولا أنت ما عليكش التزام بيها مع أني أنت لو رعيت أولادك ومراتك أنت هتبقى بركة هتنعكس هذه البركة عليك هتنعكس في بيت مقدس مسيحي في الصلاة في المسبح العائلي في الاهتمام بالأولاد مع بعض علشان خاطر ينشأوا تربية مسيحية مش برميهم لمدارس الأحد وخلاص وأنا عملت اللي علي لا إحنا في في وبعدين لازم نتعلم كلمة أشكرك يا رب أشكرك يا رب لما تقول أشكرك يا رب ربنا يعمل اللي ما كانش على بالك لما أنت تشكر ربنا يحول دفة الأمور هي شكرت ربنا ما هي كان ممكن تتزمر كان ممكن تتزمر طبعا وما أقدرش أقول ما لهاش حق تتزمر ولو إن فعلا إحنا ما نقدرش نتزمر ما لهاش حق لكن أنا بتكلم بمنطق اللي الناس البشري إحنا ما لا ما أقدرش أقول طبعا إن عليها حق تتزمر حاش لكن لكن هل أنت بتشكر ربنا كل يوم على الصحة اللي مدهالك ولا بتقول أنا سايق عربية قديمة والراجل اللي جنبي أنا عندي ما زلت ساكن في شقة وناس كتير عندهم بيت أنا عندي بيت صغير أنا أنا ما عنديش فلوس أجيب أجيب كذا جزمة ولا تجيب كذا فستان على بعضي وش معنى أصحابي وش معنى مش أنت ربنا مديك الخوت والكسوة ومديك الحياة الأبدية ومديك الكتاب المقدس وعوده بين إيديك ده إحنا عندنا بركات يا جماعة بس إحنا مش يعني لو لو الواحد بس فكر حتى في الأماكن الفقيرة جدا المعدمة والناس اللي هي لاجئين وإحنا عندنا كل كل هذه البركات وكل هذه كل هذه النعم إحنا مش بنفتح علينا عليها إحنا مش فين هل هل إحنا بننسى موعيد الله مش الكتاب يقول الله لنا ملجأ وقوة في الدقات وجد شديدا يعني وجد يعني وجد يعني دائم الوجود مع شعبه وجد شديدا مش هي هي سيبك إن سرت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك إذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك أنا معاك أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك هو قادر يفعل عارفه عارفين لو هو كان عارف إن مريم ما تستحملش كده ما كانش جبلها بالشكل هو بيصهرها كالذهب علشان خاطر التجان اللي هي هتكون ليها في السماء وهو بيرسل زي ما قلت كمال علشان خاطر يكون معاها ومش هيخلي كمال أكتر من اللازم برضو هيدي له النعمة النعمة اللي هي تستطيع إنها تحمله في هذه الظروف والله كان بيعزيها وكانت عرفة الآية اللي بتقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأف وإله كل تعزية الذي يعزين في كل ديقاتنا زي ما عزاها حتى نستطيع أن نعز الذين هم في كل ديقة بالتعزية التي نتعز بها نحن من الله 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 موجود ومش ممكن إذا كان يسوع ساكن في القلب عندك زي ما سكن في قلب هذه الأخت العغالية العزيز علي فإن الراعي الصالح يبقى مالك للقلب خرافه لي يحرسها حتى النهاية قال لبطرس الشدطان طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك هو سندها وبيسنتنا في الظروف الصعبة لكي لا يفنى إيماننا يقول كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا شفته في حياة هذه الأخر شفته أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر هي لها السماء لكن بنتها كمان لها السماء وبنتها عندها البيت المسيح الحلو الجميل اللي ناس عندهم بلايين مش عارفين عيالهم يكون ليهم هذا البيت المسيح الحلو الجميل وليها الولدين الحلوين اللي جابتهم اللي بينشأوا في حدن الأب اللي يعرف المسيح والأم الحلوة اللي تعرف المسيح آدي بركة الرب التي تغني التي تغني ما تسمحش الإبليس ده ملاك الرب حال حول خائفي ويخلصهم وعارف الرب بالزبط إيه اللي 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 انت تحتامله لن يدعك تجرب فوق أو تجربي فوق ما تستطيع الفكرة الفتية التلاتة ما كانوش عارفين إنهم هيخرجوا من قدون النار سالمين لكن وثقوا في الرب مهما حدث دي مشيئة الرب من جهاتهم سق بالرب خلي عندنا إيمان بيه خلي عندنا ارتكان على محبته اللي لا تخطئ محبته اللي خلته يبزل ذاته على الصليب عشان هي محبة هذه هذه المحبة عنده حكمة عظيمة ما أبعد أحكام عن الفحص وترق عن الاستقصار وعنده قدرة عظيمة كل القدرة هو يستطيع وسوف يتدخل الحكاية بميزان الدهب معك تعلم وتعلمي كيف تشكري وكيف تطلب الرب وكيف نرجع للرب إذا كنا بعاد عنه أهم حاجة قبل ما نطلب أي طلبة نطلب ونتوب لي ونرجع له ونطلب دمه اللي يطهر من القطية ونطلبه يتدخل بعد كده في ظروفنا وسوف يفعل آمين ونطلبه ونطلبه